اعتمد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي عددا من قرارات اللجنة الوزرية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تضمنت القرارات اتفاقية تسوية مزمع إبرامها مع إحدى الشركات لحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا إضافة إلى اتفاق التسوية المزمع إبرامه بين الشركة الصناعية للكيمويات المصرية كيمة وإحدى الشركات الإيطالية كذلك تضمنت القرارات اتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة حكر أبو دوم يأتي ذلك في ضوء التوجه نحو إنهاء تلك المنازعات والدعاوى التحكيمية بالتسويات الودية لتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وضخها في الاقتصاد المصري